ترجمة نانسي قنقر يوم التاسيس وهي في ظل واقع جديد خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واقع حافل بالمشاريع الإصلاحية على كافة الأصعد والذي تمثله رؤية السعودية 2030 والتي تعد نقطة تحول تاريخية في خارطة المملكة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفق رؤية طموحة يقودها ولي العهد السعودي والتي شملت كافة الجوانب التنموية نحو غد مشرق ومستقبل واعد بالمزيد من التطور التنموي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وبناء دولة عصرية تواكب مسيرة الحضارة العالمية وعطاءاتها إنما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود متميزة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ مكانتها في المحافل الدولية والعالمية بفضل الإرادة السياسية الثابتة لخادم الحرمين الشريفين وصولا إلى بناء مجتمع متماسك عماده الوحدة الوطنية إنما تشهده اليوم المملكة العربية السعودية من منجزات عديدة على كافة المستويات لهو برهان على ما تتمتع به القيادة في المملكة العربية السعودية من نظرة ثاقبة نهضت بالوطن والشعب وأصبحت المملكة في نهضة مستمرة وشاملة